نقف الآن في جبهة الخنجر الاستراتيجية بالتحديد في هذه الخطوط الأمامية لجبهة الخنجر هذه الكثبان الرملية التي تسمى عرق أبو داعر كما هو معروف عند أبناء هذه المناطق في هذه الأماكن تتمركز قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بقيادة اللواء 147 في هذه الجبهة خلف هذه الكثبان الرملية تتمركز الميليشيات الانقلابية تهاجم الميليشيات الانقلابية في كل يوم بغية السيطرة على هذه المواقع لكنها تبوء بالفشل والانكسار نتيجة لصمود قوات الجيش الوطني في هذا الموقع لنتحدث أكثر ولنعرف أكثر حول هذه الجبهة معنا العميد محمود جراد قائد اللواء 147 يحدثنا أكثر حول هذه الجبهة وأهمية الاستراتيجية حياكم الله وأهلا وسهلا أولا أولا نقدم كلمة شكر لقيادتنا السياسية ولقوات التحالف لمساندتهم لنا لهذا اللواء كان فيه هجوم من الميليشيات الانقلابية قبل يومين أو ثلاث محاولة لدخول معسكر الخنجر إلا أن الجيش الوطني كان لهم بالمرصاد ولقنوهم خسائر وحاول الميليشيات أن يعيد الكرة ولكنه خسر ولن يحقق أي شيء بإذن الله ما هي خطتكم المستقبلية لتحرير هذه المناطق؟ خطتنا المستقبلية هي أن تضع الأوامر من القيادة السياسية بتقدم إلى أي نقطة يختارها القيادة إذن كما سمعتم هذه الجبهة وهذا الصمود الأسطوري الذي تسطره قوات الجيش الوطني في هذا اللواء وغيره من الألوية في هذه الجبهة وهذه الجبهة تنتمي أو تعتبر من إحدى جبهات مديرية خب والشعف وهي أكبر مديريات المحافظة في هذه المناطق التي تسكن فيها المئات من الأسر يستنجدون بالقوات الشرعية لإنقاذهم من استقلال الميليشيات وحصارهم الجائر عليهم من هنا من جبهة الخنجر صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجو